اهلا بكم في الميناء بيبدأ مع اتنين اخوات واحد فاشل بيحب يتأمل في الستات والتاني رومانس بيحب يتأمل في البحر الرومانس اسمه ألن ومرة واحدة رمى نفسه في البحر وبيتفاجئ ببنته صغيرة في البحر وقدرت تنقذه من غير ما حد ياخد باله منها غير ألن وبنعرف بعدها انها حرية بحر وبتعدل ايام وبيكبر ألن واخوه الفاشل مارك وبيكونوا في شركتهم ودي اكبر شركة لتصدير الفكهة ألن كان خاطب بس علاقته بخطيبته ملهاش أي طعم ومش حاسس بيها وفي يوم فرح ألن مارك أخوه كان سايبه لوحده وبيمارس هوايته المفضلة في اكتشاف موراء الطبيعة المهم ان ألن جي خده وقال له أبوس على دماغك ركز معايا وبيقوله ان خطيبته مجاتش وبعتت له رسالة انها مش عايزاه ولما الناس كانت بتسأل عن العروسة كان بيتعصب عليهم وبيقولهم انها عملت حادثة وأجلنا الفرح بعدها راح بور عشان ينسى اللي حصل وبعدها كان بيبكي وبيقول لمارك عن سر ان ما فيش علاقة في حياته بتكمل ومعروف ان الاخ سند لأخوه بس مارك كان ونعمى الاخ سابه وراح للاهم منه عشان يكمل بقى اكتشافاته للطبيعة المهم انه ساب المكان وقرر يروح لمكان يهدأ عصابه وأجمل مكان بالنسبة له هو البحر وهو ماشي لقي ثلاث رجالة مسكين صندوق وبينقلوه وعرف انهم ده كاترة أبحاث وبيدوروا في البحر عن أي مخلوقات غريبة أو أي كنزمة فونة بعدها ركب قارب صغير وخد جولة جوه البحر ولما دخلوا مسافة كبيرة جوه بيتفاجئ صاحب القارب ان المطور مش شغال وصاحب القارب هرب وسابه وقال له معك ربنا واثنين ملايكة وقال ان للأسف مش بيعرف يعوم وحاول كتير انه شغل المطور وفعلا اشتغل بس للأسف وقع في البحر وكان بيحاول يوصل للقارب بس للأسف القارب خبطه في دماغه وفقد الوعي ولما بيفوق بيلائي نفسه مرمى على الشط ولما بص حوالي بيلائي واحدة هو مايعرفهاش بس عارف ان هي اللي انقذته وبعدها قربت منه وديته بوسى ماشبك وبعدها سابت ونزلت البحر وفضل الطعوم وهو مايعرفش انها حرية بحر وقتها كان فيه باحس تحت البحر اللي كان موجودة على الشط وشافها بس هي عارفت تهرب منه بس الباحس عارف انها حرية بحر والحرية فضل الطعوم لحد ما وصلت لمحفظة ألن بس هو كان ساب المكان ومشي ورح لمكان شغله وبعدها الحرية طلعت من المياه بس ما كانتش لابسة حاجة عشان كده كان الاستقبال تاريخي من الناس اللي سابت المرشد السياح وركزوا معاها المهم ان الضابط خدها الاسم الشرطة ولما شافوا المحفظة اللي معاها اتصلوا بألن وقالوا له فيه واحدة شيلة صورتك ولازم تحضر حالا وبسرعة قال انفضل يجري لحد ما وصل لاسم الشرطة والشرطة قاعدت تسأله اذا كان يعرفها ولا لا وفي الاخر قدر يجذب عليهم وقال لهم انه يعرفها وخدها ومشي وبعدها راحوا الشقة بتاعته وهناك حصل اللي حصل ومن تاني يوم قالن بقي سعيد وحالته النفسية بدأت تتحسن بعد ما قاعد فترة طويلة مكتائب بسبب عروسة اللي سابته يوم فرحه وكل اللي في المكان لحظه التغير اللي حصل ليه والروح لحرية البحر اللي كانت بتتفرج على التلفزيون وبالنسبة لها ده اختراع جديد اول مرة تشوفه وشافت عرضة ازياء وحست ان هدومها مش حلوة عشان كده خرجت تحاول تشتري هدوم جديدة وسألت حارس العمارة عن العنوان وفعلا قدرت توصل ولفت كتير واشترت حاجات كتيرة ولما رجع قالن شاقته ملقهاش سأل الحارس عن مكانها وقدر فعلا يوصل لها وبعدها اخدها ورجع البيت والروح للباحثين اللي بتدور عن كنوس في البحر والباحث ده شاف اعلان في الجريد عن البنت اللي ما كانتش لابسها هدوم وماشية ولما شاف الخبر عرف انها حرية البحر اللي شافها في المية وقرر يبحث عنها ونرجع لقالن اللي بيعيش جاو رومانس مع حرية البحر اللي ما يعرفش اصلا انها حرية بحر وبيحكي له وهو صغير كان هيغرق بس في بنته انقذته وكانت لسه هتقع بالسانها وتقول له انا اللي انقذتك بس مسكت نفسها وما رضيتش تعترف بعدها اخوه لما شاف حالته النفسية كويسة وحسوا انه بيحب قعد التريق عليه ويهزر معاه وقالن بعدها اعترف له انه فعلا بيحبها ولما رجع الشقة بتاعته لقى رجالة خارجة من عندها وفكرها بتخونه بس طلعت جايباله دية مثال ليه والروح للباحث اللي بيكون مع رئيسه في العمل وكان بيحاول يقنعه ان حرية البحر موجودة لكن رئيسه بيتريق عليه وبيقول عليه مجنون عشان كده قرر يبحث بنفسه ويكتشف الحقيقة وجات له فكرة وقتها ان حرية البحر لو اتعرضت لاي مية دلها هيظهر ولما خرج لقي واحدة لابسة نفس اللبس بتاع حرية البحر رح رشش عليها مية عشان دلها يظهر بصراحة كان علقة محترمة ونرجع لقالن وحرية البحر اللي عزمها في مطعم وعايش معها الرومانسية بس هي بوزتها بطريقة الاكل بتاعها بس ده ما كانش مهم بالنسبة لقالن وقال لها انه عايز يتجوزها بس هي غيرت الموضوع وتهربت من كلامه ولما خرجه عرض عليها الموضوع من تاني وهي بصت له بكل حنان ورقة وابتسامة جميلة وقالت له لا انا مش موافقة وهو بيسألها عن سبب رفضها وكان بيحاول يقنعها وقتها كانت خايفة تعترف له انها حرية بحر وما ينفعش يتجوزه بس سألن وقتها غضب جدا وكان بيزعق لها جامد وهي حسد بانه بيضغط عليها عشان كده سبت وطلعت تجري والجو بعدها كان بيمطر وطبعا لو المية لمست جسمها هتتحول لحرية بحر وهيتكشف امرها قدام آلن عشان كده كانت مستخبية تحت مبنى وبعد ما المطرة خلصت رحت ناحية البحر وكانت مترددة ترجع البحر ولا ترجع لآلن في النهاية ما نزلتش البحر ورجعت لآلن تاني ولما رجعت له لقيته حزين وهو كان حاسس بالزنب لانه زعق لها وهو برضو كان زعلان منها وعشان تصالحه قالت له انها موافقة انهم يتجوزوا وقرر آلن بعدها يخدها ويروحوا حفلة والحفلة اللي كانوا رايحينها كان فيها شخصية مهمة وتقيلة قوي في امريكا وشكله كده رئيس امريكا نفسه في نفس الوقت اللي البحث مساكت وفضلي رائبهم وعايز يرش عليها مية عشان يثبت انها حرية بحر وعشان كده لما راح الفندق ولسه هيطلع مسدس المية الامن بتاع الرئيس لاحظه وقال علي ده مجرم وعايز يختل الرئيس وخلوا الامن قبضوا عليه وهو عمال يقول لهم انا باحث وده مسدس مية بس ما فيش حد كان مصدقه ونرجع لقالن وحرية البحر اللي حاسوا انهم مش مرتاحين في المكان وقرر ياخدها ويطلعوا برا الفندق وهم طالعين كانت بتقوله انها عايزة تقوله على سر هي مخبيه بس لما طلعوا البحث رش عليها مسدس المية اللي معاه ومحدش قدر يوقفه لحد ما فعلا غرقها مية وبعدها فعلا بدأت تتحول لحرية البحر وقالن كان واقف مصدوم ومش مصدق وبعدها خدهم هما اللي اتنين عشان يعملوا عليهم ابحاس ولما حريت البحر قربت منه قال لها بعيد عني وقال لها انها كدبت عليه وطبعا اتثبت انه مش زيها عشان كده افرجوا عنه وسبوه لكن هي مسكوها وكملوا تجارب عليها ولما خرج الصحافة كانت حواليه وكانوا عايزين يعرفوا منه اي معلومة لكن اخوه كان جي وخده وبعدها رجع للشركة بتاعتهم بس وقتها رجع مكتائب زي الاول وحالته النفسية بقيت اسوأ واخوه لاحز كده فائلق عليه وقال له مدام بتحبها كده لازم تروح تنقذها وفعلا قالن اقتنع بالفكرة في نفس الوقت البحث اللي اكتشفها لقيهم بيعزوها جدا وقتها صعبت علي وكان عايز يهربها ولما راح لعيادة الاسنان عشان مشكلة في اسنانه دخل عليه قالن وفضل يقنعوا انهم يتفقوا مع بعض عشان يهربوها وفعلا البحث وافق وقتها انهم ينقذوها وكمان هيساعدهم اخو الكبير والبحث بعدها دخل مكان الابحاس اللي بتتعمل على حرية البحر وقال لهم انه دول اصدقائي وجايين يساعدون في التجارب ولما قربوا على مكان هلقي وان خاص ليها بس كان بين علي طيب وصدق انهم ده كترة وفعلا دخلوا وقال نوقف قدامها وكانت وحشة جدا وبدأ يتكلم معيها وقال لها انهم جايين يهربوها ولفها فوق ماشا وحاولوا يخرجوها بس وقتها الحارس وقفهم وهم كتبوا عليه وقالوا لده الدكتور التالت اللي كان معانا وقالوا له لما شافها اغم عليه وكمان قالوا له لو انت مش مصدق خش شوف بنفسك بس وقتها الجند خاف وسبهم يمشوا وبعدها حطوها في العربية وبسرعة هربوا من المكان ولما البحسيين رحوا لمكانها عشان يكملوا تجارب لقيوا اخو قاعد يصطط في خزان الميا اللي كانت في الحرية وبعدها كلموا الشرطة عشان يدوروا عليها وبسرعة تحركت عربيات الشرطة وطيارات الهليكوبتر والبحس لما لقي عربيات الشرطة وراهم اقترح عليهم انه ينزل يعطلهم شوية بس الحقيقة ما اقدرش لكن آلين قدر يكمل طريقه وحرية البحر لحد ما وصلوا الميناء سفن وفضلوا يتكلموا وآلين كان حزين انها خلاصها ترجع البحر في نفس الوقت اللي طيارات الهليكوبتر والشرطة بدأت تحاصرهم وبسرعة حرية البحر نطت في الميا وآلين كمان بعدها نط وراها في نفس الوقت اللي القيادات نزلت غواص وراهم بس هم ما قدروا يهربوا منهم بعدها فضلت حريط البحر تفرجوا على المدينة الجميلة المدفونة تحت الميا وبصراحة انا مش عارف كان بيتنفس ازاي ما علينا هو في الميناء بيخلص هنا اشرفني جدا اشراكك في القناة وتفعيل الجرس واهم حاجة لايك للفيديو اشوفكم في ملاخص قادم سلام